هايزين نحتفل ها هنحتفل ولا هنعمل ايه عايز اقول لحضراتكم النهاردة ان انا عندي خمسة من النجوم الكبار الحقيقة كلهم الحقيقة يعني وانا واقف معاهم كمان احنا خدنا بقى كم صورة فوق ورقصنا وفرحنا جدا النهاردة كلهم انا بالنسبة لهم يعني انا مش قصير انا مش قصير انا مش قصير لكن هم كلهم بسم الله ما شاء الله يعني حاولنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين النهاردة خمسة من النجوم الكبار حيكونوا قاعدين معلش استحملونا النهاردة احنا جايين نحتفل مع نجوم النادي الاهلي علشان النادي الاهلي يستحق جمهور النادي الاهلي يستحق الفرحة جمهور النادي الاهلي يستحق كل حاجة حلوة كل حاجة حلوة وكل مباراة أنا بوعد حضراتكم أن كل مباراة هنقدر هذه الإدارة اللي موجودة هتقدر تجيبها وتحطها على الشاشة هنعمل كده وعشان قد إيه الواحد فرحة الناس النهاردة أن هم بيحتفلوا من خلال قناتهم ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي قد إيه الناس فرحانة وقد إيه الناس بتبعثلي وقد إيه الناس بتبعثلي كل زمايلنا اللي وقفين وقد إيه الناس مبسوطة وقد إيه الناس فرحانة النهاردة نسب مشاهدة غير طبيعية عالية جدا 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 فعلى رغم أن كان فيه مباراة في الدوري وكذا 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 ولكن النهاردة من الساعة ستة لغاية من شوية لغاية يعني كان أمير هشام موجود في ستوديو الطائرة واحتفل مع الطائرة محمد سعيد كان موجود مع ستوديو السلة واحتفل مع السلة وأنا بعد إذنكم كمان هحتفل بعد قليل إن شاء الله بنجوم سلة النادي الأهلي